بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أنا بأسارع إن أتحدث إليكم من شكوى هذه الشكوى يعني بجيلي المريض منزعج جدا تخيل بقى إن أنا عندي تليف من الدرجة الرابعة وشديد الإنزعاج إيه هو التليف في الدرجة الرابعة ده الحقيقة يجب أن نعلم الآتي عشان يحصل التليف أو سنين ولذلك سعاد أنا أشوف واحد أقول له أنت عندك الفيروس وقالك أكثر من عشرين سنة يقول لي أني عمري مشكيت من حاجة أقول له معلش أنت عايش معاك الفيروس بقى له أكثر من عشرين سنة طبعا عرفت إزاي البداية التليف التليف بتبدأ الآتي الأول لما يكون التهاب كابدي مزمن هنبص نلاقي هو السنترال فين ده البورتال بيبقى فيه حواليه شوية تليف بسيطة وده سنترال فين طبعا كل حتة في الكابت بيبقى فيها الليبيول الليبيول ده بيبقى فيه بورتال وبيبقى فيه سنترال فين ده يأمة F0 يأمة F1 زم إحنا بنشوف كده فيه ألياف حوالين البورتال دي بنسميها F1 F2 هنبص نلاقي الألياف اتمدت برا بدرجة بسيطة ولم تصل إلى السنترال فين دي بنسميها F2 F1 و F2 و F0 دي كلها حاجات بسيطة جدا أما لو استمدت الألياف إلى درجة أكثر ولكن لم تصل إلى سنترال فين بنسميها F3 وهذه هي المرحلة اللي دخلين على التلايف على أول المسأل برجلينة اليمين F4 لو حصل تلايف حصل تلايف وصل سنترال فين وغير شكل اللوبيول وأصبح فيه اللوبيولات صغيرة تأخذ الدم بتاعها من برة وين زي حصلتها زي ما يكون حصل انقسام في أي دولة أو أي قبيلة أو أي أسرة أصبحت تفككت وأصبح كل واحد واحد جم عشان يبقى من F0 لF1 F2 F3 F4 سنة F4 لم يحصل تلايف فيه درجات درجة أولى تانية تالتة عشان يحصل تلايف من F0 لF4 50% قد يصل إلى 30 سنة ولذلك أنا لما أكشف على واحد ولكن عنده تلايف قاله أقول له أنت عندك الكبد بقالك أكتر من 20 سنة يوم عمري ما اشتكيت من حاجة صح ما اشتكيتش من حاجة لأن الكبد عمره ما بيوجع ولو حتى لقيت جنبك اليمين بيوجعك ده مش من الكبد ده بيبقى من الكولون العصبي لما تعرف عندك الكبد تلاقي الكولون العصبي يتقلص عليك من الناحية اليمين من سميع هيماتيك فريكشور سندروم زي اللي عنده القلب أو خايف من القلب يقوم الكولون العصبي ييجي في الناحية الشمال بنسميها سبلينك فريكشور سندروم زي اللي هي نفسها تبقى تحمل وهي ما حملتش وتقول لك أنا لما بايت بتحتي تعبانة وتمسك بطناء وتبقى دي اسمها الجزء اللي هو بيبقى العصبي للسيجمويد اللي هو ديستل آآ 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 آآي بي أس يبقى إذن دلوقتي المسألة في إيدك والمسألة لابد أن تعرف من أنت عشان تقدر تاخذ الحيطة في الوقت المناسب فزي ما قلنا هنا الالتهاب كابل الحات بقى الالتهاب كابل المصمن بعد سنوات طويلة بقى تلايف كابل أول كلمة تقول هالي طبعا نعرف ازاي كان زمان لازم حين تكابل ولذلك كان الناس اللي بتسافر بره كتير عشان يشوفوا كابل الحمد لله دلوقتي النسبة قلت جدا 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 ولكن كان كل واحد يجيله كابل ألاقي مسافر أنشرل شروق روجرز ويليام مسافر مش عارف باريس فين مسافر ألمانيا فين أول حاجة يعملو هالو عين تكابل لدرجة أنا أعرف واحد كان يتردد كل ستة شهور على لندن كان كل مرة عين تكابل كل مرة عين تكابل كل مرة عين تكابل هنا كانش المريض بارد يقبل عين تكابل قوي ولذلك كنا بنعتمد على التشخيص الإكلينيكي حتى ربنا ما أنعم علينا بحاجة ما فيبرسكان الفيبرسكان الفيبرسكان هي تستطيع أن تعرف إيه الدرجة بتاعة ألياف الكبد و هي تستطيع أن تدرك تماما ألفي تلاييف أو لا اللي بنسميها F4 ما قبل الفيبرسكان كنا بنلجأ إلى بعض التحليلات منها كان بنضطر يسافر برة كان بيكلف ساعتها 1200 جنيه دلوقتي بقى أبطر ومش محتاجينه كمان و عشان نعرف في تلاييف أو تلاييف ولكن الفيبرسكان أصبح في خلال نصف ساعة لابعرفين أنت فيه فإذا كان F4 اللي هو أول تلاييف وكبد وده يقع 12 سنة ما تحسش بحاجة 1.5% ممكن تلاقي رجليك ورامد بطنك اتنفخت فجأة ده ما يدون أن تعلم ساعات لقش والصفار في العنين ولذلك أنا من 20 سنة كان فيه واحد في البنك بيسهل أموري بس فاروحت له يقول أنا بقيت رجليه ورما وقلت له رجليك ورما ليه قال لي أصلاً من القاعدة بقى طول نهار لا مش من القاعدة ولسالك بعد سنوات شعرت أنه هو اتأذى شوية من تصوره أن ورام الرجلين ده من القاعدة دلوقتي حصل التلاييف هل كل الناس زي بعضها لا فيه درجات درجة أولى كلاس A درجة تانية كلاس B درجة تالتة كلاس C طب هنعرف الدرجات دي ازاي هنعرف بالتحاليل بنشوف نسبة الصفرة نسبة الزلال هل فيه تسأل أولا نسبة البروترومبين هل فيه شوية خلل مخي كابلي أولا بناءا عن واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة نقدر نقول أنت عندك تلاييف من الدرجة الأولى أو اللي هي A أو من الدرجة التانية اللي هي B أو من الدرجة التالتة ده هي C إذن دلوقتي في إمكانك أن تعرف هل أنت مصاب بتلايف الكبد أو ما قبل تلايف الكبد هو F 1 F 2 بنعتبرهم كإنسان عادي قادس كأن لم يكن حتى مبردش تابعهم أو أنت خلاص كده كويس لأن أنت علجت السبب اللي هو الفيروس وانتهت الأمور وأصبح كبدك كأنك ما عندكش حاجة ممكن F3 ده لازم أن يتابع كويس جدا حتى لو هو هذا مسبب وتم الشفاء المسبب ولم يتراجع F3 ده إلى F2 و F4 هو تلايف تبد أن يتابع عشان هو هل F4 A أو B أو C كل له طريقة المتابعة فأتمنى من الآن إن ما يجد إي حد منزعج يقول تخيل تلايف عندي تلايف من الدرجة الرابعة وجاي منزعج جدا لا أنت الدرجة الرابعة يشوف المسبب إذا كان فيروس إذا كان دهون على الكبد إذا كان أي حاجة وعالكتها كويس بتتراجع إلى F3 وقد تتراجع إلى F2 وإذا كنت أنت عالكت الفيروس وإنت في F3 فيجب أن تسارع عشان تخلي بالك من نفسك إذا كنت F4 خلي بالك يبقى أنت الوقت A B C كل له طريقة متابعته أتمنى أتمنى يكون الرسالة وصلت وأتمنى أن لا تكون قد أدت إلى لخفطة وإذا أنت مفهمتش الموضوع رسالك إسمعوا مرة واثنين وثلاثة حتى تضضر الأمور وإلى لقاءات أخرى من مرضايا من عيادتي وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته